السلامة الله تعالى وبركاته تلامذتنا الأعزاء مرحبا بكم من جديد في حصة داعمة لدرس التوالد عند النباتات الجزء الأخير منه الخاص بالتوالد اللاجنسي طبعا هذا الدرس يهم تلامذة مستوى الثانية إعدادي إذن لا بأس بتذكير بسيط فكما نعلم فللنباتات تتكاثر بطريقة لاجنسية أي بدون تدخل الأمشاج وهو ما يسمى بالتكاثر النباتي الذي يتخذ أشكالا متعددة إذن فما هو هذا التكاثر النباتي وما هي أشكاله إذن كما نعلم وكما سبق وأن رأينا هناك نباتات تتكاثر بواسطة أحد أجزائها أول مثال لدينا التكاثر بواسطة الجذور كنبات النعناع مثلا فهو يتكاثر بواسطة الجذور حيث ينتج عن غرس جذور نبات النعناع الحصول على نبتة جديدة ونحصل على نفس النتيجة أثناء بروز الجذور فوق سطح الأرض إذن هنا نحصل على نبتة نعناع نبتة جديدة بدون تدخل الأمشج أي زهرة وكذلك بأحد أعضاء النبتة المتمثل في الجذور كذلك هناك تكاثر بواسطة الساق مثل عند نبات توت الأرض كما تشاهدون معي لدينا هنا نبتة توت الأرض نبتة الأم أو النبتة الأصلية تنمو لها ساق جارية أو ما يسمى بالرئدات مباشرة بعد اتصال هذه الساق الجارية بالتربة وعند وجود الظروف الملائمة نلاحظ التكون أو نمو نبتة جديدة شبيهة بالنبتة الأم إذن هنا حصلنا على نبتة جديدة انطلاقا من ساق جارية كذلك هناك نوع آخر وهو عبارة عن تكاثر بواسطة ساقطة أرضية أو ما يسمى بالدرانات مثل التكاثر عند البطاطس فالبطاطس ستكاثر بواسطة الدرانات ولا يخفاكم كما رأينا أن الدرانات هي عبارة عن ساقطة أرضية مخزنة للمواد الغذائية تحمل عيونا أو براعم عند وجود الظروف الملائمة تنبت هذه البراعم فنحصل على بطاطس جديدة كذلك هناك نبتات تتكاثر بواسطة الأوراق مثل نبتة كالنكوة لاحظوا معي جيدا فورقة نبتة كالنكوة تحمل نبيتات صغيرة كاملة الأجزاء بها أوراق صغيرة وجذور صغيرة مباشرة عند سقوط هذه النبيتات على الأرض واتصالها بالتربة تنمو لتعطينا نبتة كالنكو جديدة شبيهة بالنبتة الأم إذن هنا التكاثر عند هذه النبتة وتكاثر بواسطة أحد أجزائها المتمثل في الأوراق كما أن هناك بعض تقنيات المستعملة في التكاثر النباتي كأول تقنية سوف نراها أو رأيناها مسبقا تذكر فقط الإفتسال إذن ما هو الإفتسال كتذكر إذن تكون لدينا هنا نبتة أم أو النبتة الأصلية نقول نأخذ منها فسيلة ما معنى فسيلة هو جزء من غصم مثلا به أوراق ثم نقوم بغرس الفسيلة في وسط عيش ملائم أي التربة ثم ننتظر مدة معينة إلى غاية ما نلاحظ أن هذه النبتة أو الفسيلة شكلت جذور خاصة بها لتعطينا نبتة جديدة شبيهة بالنبتة الأم إذن هذه التقنية أكرر نسميها الإفتسال نأخذ فسيلة أو جزء من غصم من نبتة أم نقوم بغرسه في وسط ملائم ثم نسقيه بانتظام إلى أن تظهر له جذور وتعطينا نبتة شبيهة بالنبتة الأم هناك تقنية أخرى تستعمل في المجال الفلاحي كذلك وهي تقنية التطعم في هذه التقنية نحتاج إلى الطعم وهو عبارة عن جزء من غصم نقوم بتقليم الطعم أي إزالة الأوراق ثم نحتاج إلى حامل الطعم وهو جدع شجرة مخالفة للشجرة التي أخذنا منها الطعم إذن ماذا نفعل نحاول إلسق الطعم بحامل الطعم ثم نلف الكل بغراء أو قطعة قماش أو قطعة بلاستيكية لكي نمنع تصرب الهواء وتتمكن التمكن الطعم أو الجزء من الغصن من أخذ المواد المغدية من الطعم ثم ننتظر عدة أسابيع فنلاحظ أن بالنسبة للطعم بدأ يشكل أوراق فتية شبيهة لأوراق الطعم واضح تستعمل هذه التقنية مثلا لتحسين جودة الإنتاج الزراعي وجودة الفواكه إذن كالسنتاج فالتطعم هو تقنية تتلخص في زرع الطعم هو عبارة عن جزء من غصن على حامل طعم وهو جدع شجرة من نوع آخر كما سبق وأن قلنا الشيء الذي يعطينا أغصانا أوراقا وثمارا ذات جودة عالية إذن رأينا الافتسال رأينا التطعيم تذكروا معي هناك تقنية أخرى وهي التقنية المتمثلة في الترقيد إذن ما هي الترقيد لاحظوا معي لدينا شجرة أم نمت لديها ساق مثل الساق الجارية إذن ماذا يفعل الفلاح هنا يأخذ هذا الساق ويصل ها بالتربة ثم يتبت ها بعد مدة معينة نلاحظ أن لهذه الساق الجارية نمت لها أوراق وبالتالي حصلنا على نبيتات أو نبتات جديدة شبهة بالنبتة الأم إذن الترقيد هو تقنية تتمثل في طمر جزء من ساق مع إبقائه متصلا بالنبتة الأم وبعد مدة تظهر له الجذور ثم الساق والأوراق فتكون نبتة جديدة شبيهة بالنبتة الأم عندئذ تنفصل النبتة الجديدة عن النبتة الأم هذه التقنية غالبا ما يستخدمها الفلاحون والتقنيون الزراعيون في زراعة العنب إذن كتلخيص لما تم رؤيته لدينا تولد الجنسي عند النباتات إما يتم بواسطة أحد أجزاء النبتة المتمثل في الساق الجارية أو الرئدات عند نبات سوط الأرض كما رأينا كمثل ثم كذلك الدرانات مثل البطاطس كما قلنا فالدرانات هي ساق تح أرضية وليس ساق هوائية كذلك البصلات مثل البصل والتوم كما شاهدنا في الحصة السابقة فإن البصل يحمل بصيلة صغيرة هذه البصيلة هي عبارة عن نبتة جديدة للموسم الزراعي المقبل ثم هناك نباتات تتكاثر بوسطة الأوراق مثل نبتة كالانكوا التي تحمل أوراقها نبيتات كاملة الأجزاء إذن بالإضافة إلى تولد لاجنسي بواسطة أحد أجزاء النبتة هناك تقنيات تسهل عمليات الفلاح وتميز أو تحسن عفوا من جودة منتوجاته هذه التقنيات تتمثل في تقنيات الإفتسال كما رأينا فإننا نحتاج فيها إلى فسيلة عبارة عن جزء من ساق أو غصن ثم التطعيم حيث نحتاج إلى طعم وحامل طعم ثم الترقيد حيث نأخذ جزء أو ساق جارية من النبتة الأصلية أو من الشجرة الأصلية نتصله بالتربة ونتركه متصلاً بالنبتة الأصلية إلى غاية أن يتمكن من إنشاء جذور خاصة به واضح؟ إذن كخلاصة فنقول إلى جانب التوالد الجنسي يمكن لبعض النباتات أن تتكاثر عن طريق تكاثر نباتي تتدخل فيه أعضاء من الجهاز الإنباتي فقط كالضرانات والبصلات كما يستعمل الإنسان تقنيات في تكاثر بعض النباتات كالافتسال والتطعيم وذلك طبعاً للرفع من جودة المنتوجات الفلاحية والزراعية إذن إن كان الأمر مفهوماً فلننتقل لإنجاز بعض التمارين البسيطة التي تمكننا من تدعيم مطياتنا إذن تمريل الأول يقول ضع علامة فيه أمام الخانة المناسبة إذن لدينا مجموعة من الاقتراحات هناك صحيح أو خطأ نحتاج إلى وضع علامة فيه في الخانة صحيح إن كان الاقتراح صحيح خطأ إن كان الاقتراح خطأ إذن دعونا نرى الاقتراح الأول تتكون البصلات من ساقطة أرضية قصيرة تحمل جذوراً وأوراقاً تح أرضية على شكل قشور غنية بالمدخارات إذن حسب ما رأيناه في حصة الدرس هل هذا الاقتراح صحيح أم خطأ البصلات هي ساقطة أرضية أم ساقطة هوائية كالرئدات طبعاً بصلتها ساقطة أرضية قصيرة تحمل جيد جذوراً وأوراقاً تح أرضية كذلك على شكل قشور غنية بالمدخارات إذن فاقتراح هو اقتراح صحيح اقتراح الموالي التوالد اللاجنسي التوالد اللاجنسي لا يتطلب إنتاج الأمشاج ويتطلب حدوث الإخصاب نكرر التوالد اللاجنسي لا يتطلب إنتاج الأمشاج بالنسبة لهذا الجزء من الاقتراح فهو صحيح لكن يتطلب حدوث الإخصاب هل هو صحيح أم لا؟ طبعاً لا إذن بما أنه لا يتطلب إنتاج أمشاج لن يكون هناك اخصاب لان اخصاب مرحلة تلي مرحلة انتاج الانشج والتقائها اذا فهو اقتراح خطأ اذا اقتراح الموالي يحدث التكاثر النباتي بواسطة اجزاء النباتات يحدث التكاثر النباتي بواسطة اجزاء النباتات صحيح ام خطأ طبعا فهو اقتراح صحيح لان بين الطرق التي يحدث بها تكاثر نباتي او توالد الجنسي فهو نفس المصطلح طبعا احد اجزاء النباتة كالرئدات بصلات دارانات والاوراق الى الاقتراح الموالي الدارانة عبارة عن صاق هوائية تراكمت فيها مدخرات غذائية مكرر الدارانة عبارة عن صاق هوائية تراكمت فيها مدخرات غذائية تذكروا معي الدارانة عبارة عن صاق جيد ولكن هل هي صاق هوائية ام صاق تح أرضية أين توجد الدارانات في التربة او في الهواء طبعا توجد في التربة اذا فهي صاق ليست هوائية نقول عنها اذا اقتراح صحيح ام خطأ فهو اقتراح خطأ لان الدارانات عبارة عن صاق تح أرضية اقتراح الآخر الافتسال هو طمر جزئي او كل لقطعة من عضو نباتي غالبا ما تكون من الصاق وتسمى هذه القطعة بالرئدة أكرر الافتسال هو طمر جزئي او كل لقطعة من عضو نباتي غالبا ما تكون من الصاق وتسمى هذه القطعة بالرئدة من الاقتراح فهو صحيح الافتسال طمر جزئي او كل لقطعة من عضو نباتي غالبا ما تكون من الصاق وتسمى هذه القطعة بالرئدة هل تسمى الرئدة ماذا تسمى ماذا تسمى ماذا تقنية الافتسال فهذه القطعة تسمى الفسيلة اذا فهو اقتراح خطأ هل واضح نتمنى ان يكون الامر واضحا اذا ننتقل الى تمرين الموالي يقولنا استمرين عين من بين المصطلحات التالية المصطلح العلمي الذي يناسب كل تعريف من التعارف الف باء جيم يعني في الخانات لدينا تطعيم ترقيد الافتسال اذا نرى الاقتراح الاول هو طمر كل او جزئي لقطعة من عضو نباتي طمر كل او جزئي لقطعة من عضو نباتي ما هي هذه التقنية التي نحتشفها للطمر كله وجزئي لقطعة من عضو نباتي نقرأ الاقتراح التاني وطمر جزء من ساق مع ابقائه متصلا بالنبات الأصلي ونفس الشيء بالنسبة لقطعة الاول لكن هنا طمر جزء من ساق شريطة ابقائه متصلا بالنبات الأصلي لما هي هذه التقنية نقرأ الاقتراح ثالثة ونعود الاجابة تثبيت الطعم على نبتة اخرى من نفس النوع تسمى حامل الطعم اكرر تثبيت الطعم على نبتة اخرى من نفس النوع تسمى حامل الطعم اذا بالنسبة الاقتراحات ما هو الاقتراح ألف طمر كله او جزء لقطعة من عضو نباتي هو طبعا الافتسال لتقنية الافتسال اقتراح الثاني طمر جزء من ساق مع ابقائه متصلا بالنبات الأصلي يتعلق الأمر بتقنيات الترقيد هي التي نطمر جزءا من السق ونحاول ان نحاول ماذا ان نبقيه متصلا بالنبتة الأصلية ثم تثبيت الطعم على نبتة اخرى من نفس النوع تسمى حامل الطعم ماذا هناك طعم حامل الطعم فان التقنية هي تقنية الترقيد عفوا التطعيم واضح اذا ان كان الامر واضحا فنتقل للتمرين الموالي اذا يقول نص التمرين اراد كريم تشجير حذيقة منزله فاستعانى ببستاني اقترح عليه استعمال تقنية التقاثر النباتي المبينة في الوثقة واحد لانتاج طبعا ما هو الغرض هو انتاج عدد كبير من الشجيرات اراد كريم تشجير حذيقة منزله فاستعانى ببستاني هذا البستاني اقترح على كريم استعمال تقنية التقاثر النباتي هذه التقنية مبينة في الوثقة واحد اسفله الهدف هو انتاج عدد كبير من الشجيرات في وقت وجيز نلاحظوا معي التقنية ماذا بها هناك نبتة هناك قطع لاجزاء ثم غرصها في التربة ثم الحصول على نبتة جديدة اذا لنرى الاسئلة اول سؤال سمي هذه التقنية اذا نعطي اسم لهذه التقنية اذا لكي نسمي هذه التقنية لاحظوا معي اكرر ماذا فعل البستاني اذا لدينا هنا نبتة اصلية تم قطع اجزاء منها هذا الجزء خاصة من الساق تم طمره جزئيا بالتربة ثم نلاحظ بعد ذلك هذا الجزء شكل جذورا خاصة به ونمت به ازهار كذلك اي حصلنا على نبتة مشابهة للنبتة الاصلية مثلا ما هي هذه التقنية التي نأخذ فيها من جزء من النبات ونطمره جزئيا ونحصل على نبتة جديدة هي تقنية طبعا الافتسال وضح تسمى هذه التقنية بتقنية الافتسال سؤال الثاني كيف يتم انجاز هذه التقنية يعني ما مراحل هذه التقنية سبق وانقلناها شفويا اذا اول شيء نحتاجه هو طبعا هذه التقنية تحتاج مراحل متتالية ومنتظمة اذا اول شيء نحتاجه هو اختيار فسيلة مناسبة وقطعها نقصر باختيار فسيلة مناسبة نختار الجزء من الغصن المناسب موضح المناسب للغرس ثم كمرحلة ثانية طبعا بعد قطعها هو غرسها بتربة مناسبة ومحافظة والاستمرار بسقيها بانتظام كمرحلة اخيرة انتظار عدة اسابيع لغاية ظهور النبيتات الجديدة اكرر لان السؤال يطلب كيف يتم انجاز هذه التقنية كجواب يتم انجاز هذه التقنية باتباع عدة مراحل نكتب كأول مرحلة يجب اختيار فسيلة مناسبة وقطعها كمرحلة موالية او مرحلة باء غرس الفسيلة بتربة مناسبة والاستمرار بسقيها ثم في الاخير انتظار عدة اسابيع من اسبوعين الى اكثر حسب نوع النبط طبعا لغاية ظهور النبيتات الجديدة وهكذا يكون كريم قد حصل على عدة شجيرات في وقت وجز واضح جيد اذا كجزء تاني من التمرين يقول جزء تاني يتوفر كريم في جانب اخر من حذقته على شجيرات ورد ورد لها ازهار شجيرات ورد لها ازهار ذات اوراق تويجية بيضاء وكرر يتوفر كريم في جانب من حذقته على شجيرات ورد لها ازهار ذات اوراق تويجية بيضاء لكنه اراد تنويع الوان ازهار شجيراته اذا لكريم في جانب اخر عدة شجيرات هذه الشجيرات بها ازهار لكن اوراق تويجية لهذه الازهار هي ذات لون ابيض كريم اراد تنويع الوان ازهار يعني نفس الشجرة لكن ازهار ليست بيضاء فقط وانما ازهار بيضاء ازهار منفسجية مثلا ازهار اخرى ذات لون مختلف حمراء او اي لون اخر اذا هذا ما يقول نستمرين وما اراده كريم اذا لنرى الاسئلة اذا سؤال ثالث حدد التقنية التي ستمكن كريم من الحصول على ازهار ذات الوان مختلفة باستعمال شجيرات الاصلية اكرر حدد التقنية التي ستمكن كريم او كامل اذا هنا خطأ في الاسم فقط لا يهم حدد التقنية التي ستمكنه كريم من الحصول على ازهار ذات الوان مختلفة باستعمال شجيرات الاصلية ماذا بالامر يتعلق باستعمال شجيرات الاصلية كريم لا يريد الحصول على عدد كثير من النباتة في وقت واجه اذا تقنية الافتيسة لن تنفعه كذلك تقنية الترقيد لانها لن تنفعه لان تقنية الترقيد كذلك تمكنه من حصول على نبتة جديدة شبيهة بالنبتة الامر هو يريد ان يغير لون ازهار اشجاره اذا اي تقنية ستساعده بالاعتماد على شجرته الاصلية طبعا هي تقنية كجواب هي تقنية التطعيم سؤال الموالي ما هو جزء النبتة الذي سيستعمله كمال او كريم للحصول على شجيرات ذات اظهار مختلفة الالوان اكرر ما هو جزء النبتة الذي سيستعمله كريم للحصول على شجيرات ذات اظهار مختلفة الالوان اذا ماذا تقنية التي سيستخدمها كريم هي تقنية التطعيم اذا الاجزاء التي سيستخدمها اولا سوف يحتاج الى حامل الطعم في هذه الحالة حامل الطعم سوف يكون هو جدعوش الاشجار الاصلية يعني سيستغل اشجاره الاصلية اي جدعوها بالضبط واضح كحامل الطعم ولكن سوف يحتاج للطعم هذا الطعم هو عبارة عن اغصان او جزء من غصن ل اشجار من نفس نوع اشجاره لكن ذات اظهار مختلفة الالوان اكرر سوف يحتاج كريم لطعم من اشجار تنتمي لنفس انواع اشجاره لكن اظهارها يجب ان تكون مختلفة الالوان اذا كجواب نقول سوف يحتاج كريم الى جزء من غصن يسمى الطعم وهو الذي يجب ان يكون مختلف الالوان ثم جدع شجارته الذي يسمى حامل الطعم كسؤال الاخير اقترح على كريم خطوات ومراحل انجاز هذه التقنية كما سبق وان رأينا اذا تقنية تطعم كذلك تحتاج الى عدة مراحل هذه المراحل تتمثل في اخذ جزء من غصن شجرة ازهارها ملوانة هذا الجزء هو ما سميناه بالطعم ثم نضعها بجدع اشجاره الاصلية اذا نأخذ مجموعة من الطعم عدة اشجار من الطعم ونضعها بجدع اشجاره الاصلية ثم نقوم بلف الطعم وحامل الطعم بغراء او قطعة قومش لنمنع تصروب العواء ثم يجب على كريم ان ينتظر ظهور الاوراق الجديدة ينتظر من اسبوعين الى اكتر حسب نوع الاشجار هل الامر واضح اذا اتمنى ان يكون الامر واضحا بالنسبة اليكم تلامدي الاعزاء وشكرا على حسن متابعتكم في لقاء اخر مع حصص اخرى ان شاء الله دمت